اهلا بحضراتكم من جديد على اهل يحامل لقب بطولة الدوري ينافس بقوة على دفاعا عن لقبه يوم 30 مارس ان شاء الله سبت اللي بعد الجاي لقاء القمة الالوي الزمالك ان شاء الله يليق بقمة قطباي الكرة المصرية في هذا الصراع الثنائي المحتدم هذا الموسم لكن المؤكد انه دا مش معناه ان الدوري بيخلص ولا يا باش منص لا طبعا قد يفوز احد الفارقين لكن الدوري لسا بعيد تحميل هذه المباراة اكثر مما تحتمل هي كانت لو فظل فارق نقاط كبير كانت ممكن تؤدي الى حسم الدوري يترجعك للمنافسة يتبعدك انما النهاردة الفارق يسمح بأي نتيجة ايوة ويبقى الدوري مازال موجود وقابل التعويد وقابل التعويد صحيح لكن الماتش جاي في مناخ إذا مالك تجاوزوا الصعوبات الافريقية والاثنين يعني تأهلة فاصبح الظروف بتاعتهم في المشوار اللي جاي واحدة يعني دا حيسافر ويلعب ودا حيسافر ويلعب ودا حتى ظروف الاجهاد والسفر والمشاركات واحدة فانت داخل على الدور التاني بظروف مختلفة خالص كان الاهل يعاني منفردا من الاجهاد وضغط المباريات وكسفتها وأثرت على بعض النتائج بالإضافة إلى مع حضرتك لمسنا عليه هنا من أخطاء تحكمية المباراة دي أهميتها بقى جاية دلوقتي هل ترتيب الجدول حيتغير ولا لا يعني هل نشهد تصدر الاهلي لأول مرة لصدارة الجدول نتمنى فوز الاهلي ان شاء الله يعيدوا في الصدار نتمنى فطبعا أهمية المباراة هي مهمة لكنها مش حاسمة على أساس أن الفوارق قريبة قبل لأي من هما للتعويض وإن شاء الله الاهلي يكون في أفضل حالاته ويسعد جمهوره يعني التعادل يحفظ على فوارق ويستعيد صدارته الفوز يديك الصدارة اللي هزيمة لقدر الله بترجعنا خمس صدار تخليك تسعى للتعويض فيما هو قادم وهو كثير أيضا وده بقى موقف تاني فيه معاناة لأن مصيرك مش في إيدك اي انت كنت كل ما تتمنى أن تدخل هذه المباراة مصيرك في إيدك وقط حق اي بس طيب ده بالنسبة للدوري والمؤكد فيه كلام كتير إن شاء الله لكن فيما يخص أفريقيا مباراة استمتعتوا حضراتكم بقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية معاني قرعة دوري الثمانية الأهلي مع صندوانس عايزة أقول لك إن مباراة أنا كنت بقول لك إيه مش عايز صندوانس لأ بص مرح قاملت كابتن ساد عب حفيز في النادي قبل ما يروح يحضر القرعة فكنت أنا هو كابتن محمد رمضان فبيقول لي قلت له بص هو صندوانس وملاعب نظيفة ومناخ كويس جدا قال لي بس الفرقة ديت أقوى الفرقة اللي موجودين أقوى ومشورة رزل صحيح لكن معرفش ليه حتى عماد متعب هو بيسحب القرعة قال بعدها إنه سيد قال لي ده من أغلى اللي جوان اللي عندي بس الناس مش فاكرها جونه في صندوانس يمكن عشان مخبه وشه الناس معرفتش إنه هو إنما جون مؤثر جدا وفي قبل النهائي برضو محمد وبالهد جون من الأهداف المؤثرة جدا بجانب الرأس حقيقة يعني قال للناس فاكره لي جونه الترجي مش فاكرة جون صندوانس فراح عماد متعب قال لك أنا كنت قيل لشريف كرامو وحسام عشور هنوع مع صندوانس قالوا له لا ما تجيب لنا ما يحاول تسحب حد تاني فسحب طلقة صندوانس برضو صندوانس فريق يمثل كرة جنوب أفريقيا المتطورة الراقية الهادية ما فيهاش مشاكل وما فيهاش التوترات ولالي دائما أو كثيرا ما أجاد في جنوب أفريقيا الحقيقة مع كل الفرق اللي لعبها وهنستعرضها لكن باستمرار بيقدم كرة حلوة وبيحقى نتائج إيجابية الاهلي مع صندوانس المباراة الأولى هتكون 6 إبريل في جنوب أفريقيا والعودة في القاهرة يوم 13 الاهلي والزمالك يعني هيلعبوا 30 لقاء القمة ثم هيلعبوا الاهلي مع الاتحاد والزمالك مع سموحة ويسافروا بس الاهلي هيلعب بيوم بدري عن الزمالك ان شاء الله في حال فوز الاهلي لأنه القرعة قرعة دور التمانية زي ما تبعتوها مبارح الاهلي مع صندوانس شباب قسنطينة الجزائر مع الترجي حوريا كونكر الغيني مع الوداد البيضاوي المغربي سمب التنزاني مع مازنبي الكنغولي يتلاحظ الأربعة الكبار إذا كان الاهلي أو الترجي أو الوداد أو مازنبي الأربعة الكبار طبعا المباراة الأولى في أرض الفريق الثاني دي وفقا لللاح لكن حظوظ الأربعة الكبار في الاستمرار من الناحية الفنية كرة فيها مفاجآت أو فيها مفاجآت طيب بإذن الله تعالى ان شاء الله مع تخط الأهلي عقب صندوانس يعمل إيه الأهلي لو تخط صندوانس هيكون قدامه مواجهة مع الفايز من الوداد وحوريا كونكر الغيني الوداد المغربي وحوريا كونكر الغيني بينما على النسق الثاني هيكون في صدام بصار برضو يعني سندوانس وغالبا هتبقى الوداد المنطقي الأهلي والوداد في قبل النهاية بس في نفس الوقت ما هو اللي يشوف بلاو الناس تكون عليه بلوته ألاقي ما زنبي والترجي الاتنين مواجهة محتملة في قبل النهاية الترجي مرشح لتخط شباب كوسنطينا الجزائري وما زنبي مرشح لتخط سينبا التنزاني فقبل النهاية الأهلي والوداد إن شاء الله تعالى الترجي ومازنبي الأربعة رفعوا للكاس الأربعة فرق أصحاب ألقاب في هذه البطولة صحيح أن الأهلي أكبرهم وأكثرهم لكن الأربعة أبطال فأنتم متخيلين أن البطولة أربعة بيتصارعوا في قبل النهاية الأدوار المحتملة كلهم مرشعين كلهم مرشعين كله زار منصات التتويج وصاندونز برضو فريق بطل لكنه دور قبل النهاية حيتكون مباراة الزهاب فيه أحد يومي 26 و27 إبريل والعودة أحد يومي 3 و4 مايو الأهلي بإذن الله في قبل النهاية يعني في دور الثمانية العودة في القاهرة وفي قبل النهاية العودة في القاهرة هل المباراتين للأهل والزمالك كل واحد لهم مباراة ما بين مباراتي الزهاب والعودة يعني ده توقيت مناسب أنه محشورين كده في الزحمة اللي هو ماتش الزمالك واسموحها والأهل والاتحاد ها يعني غالبا غالبا الرؤية بتقول أن الماتشين دول تأجلوا وهيبقى فيه حشرة برضو فيه قبل مباراتي القياب نفس المشكلة الأهلي سكته زي ما انتم شفتوها سانداون ثم محتمل للوداد وفي المرتين بيلعب العودة هنا لكن في النهائي بإذن الله التتويج بره وده للتحاد الأفريقي اللي بيجامل الأهلي بقاله ثلاث رابع مرة العودة بره العودة في التتويج في النهائي بره ويتقالك السمي جامل للأهلي لأ وكل مرة بقى أنا بطلع الأول على مجموعتي بس بلعب النهائي بره المصار بتاعي ماشي كده في حال الصعود للنهائي إن شاء الله مبارات الزهاب هتبقى 24 أو 25 مايو والعودة والتتويج بتبقى 31 مايو أو أول يونيو يعني 1-5 الحزبة انتهت والبطل توق ده قبل العيد بلحظات ونبتد الموشي من البعضي على طو بربعة تيام كل سنوان طيب عمينا عمينا من الوسطة عمالي حسابي فقالك لقبل العيد بربعة تيام شاف الرؤية بالله شاف الرؤية بادري أول لحيث تتعبتم الصيام الشيخ شوارب قالك نتبقى لنت الأندر هاي الله قبل العيد بربعة تيام طيب سنداونز دوري أبطال أفريقيا عنده لقب في 2016 وعنده لقب في السوبر الأفريقي 2017 محليا في جنوب أفريقيا عنده خمس بطولات دوري يعني إذا كان الآله عنده 40 دوري سنداونز عنده خمس بطولات دوري 2005-2006 2006-2007 2013-14 2015-16 2017-18 يعني من الوضع جدا أنه من أول ما ظهر كبطل للدوري في 2005-2006 وماشي بشكل متصاعد كويسة في الفترة وده اللي أم حاجة مش تاريخ بالضبط لا هو حاليا قوي صحيح حصل على كاس جنوب أفريقيا مرة واحدة في 2015 وكاس الدوري مرة واحدة 2015-2016 هو إذا كان الأهلي 1907 هو 1970 فرقاها يعني الصفر تشيل من هنا تحط هنا هنا 1907 راح محرك أي بس هو يعيش أزهى فترات تاريخه صحيح مدير الفني وطني بيتسو موسيماني ده المدير الفني لسانداونز إزاي صعد لغاية لما اصطدم بالأهلي والحقيقة كان اللافت بالنسبالي أن صحف جنوب أفريقيا يعني الصحف الكبيرة عندهم صحيفة التايمز في تعيقها على القرع قالت سانداونز يقابل الفريق الأنجح في تاريخ أفريقيا ده كان عنوانها عن سانداونز عن سانداونز على الأهلي الأهلي آه قالت التايمز سانداونز يقابل الفريق الأنجح دي صحيفة التايمز الجنوب أفريقيا وقالت الصحيفة أنه سانداونز ممثل جنوب أفريقيا سيقابل النادي الأهلي الفريق الأنجح في تاريخ أفريقيا بعد أن توجه بتمن ألقاب وأبرزت الصحيفة فوس سندونز على منافس الأهلي في مصر وهو الزمالك والتتويج بلقب دور الأبطال 2016 2016 فاكرين أنت حضرتك سندونز وتتويجه على حساب الزمالك التايمز كشفت عن تفوق الأهلي على أنديت جنوب أفريقيا وقالت أنه بعد ما فاز على سندونز في 2001 على أورلاندو بيرتس في نهاية البطولة أيضا في 2013 صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقيا حذرت سندونز من الأهلي وقالت سندونز يقابل العملاق المصري وطلبت الصحيفة لعيب سندونز التحلي بروح عالية زيادة عن اللازم وهم بيواجهوا فريق عملاق بحجم الأهلي وقالت أنه ده فريق يتعمل له ألف حساب لأنه عنده تمن ألقاب صحيفة الاندبندنت الجنوب الأفريقية قالت أن الحظ السيء فرض على سندونز أنه يصطدم بالأهلي وقالت أن عملاق مصر في أفضل حالات وأكدت أنه بالتأكيد لا توجد أرعة أصعب من تلك يعني بتواسي الاندبندنت الجنوب الأفريقية وأنت مدرك وبتحترم قدرات سندونز هما مدركين أيضا قدرتك وقالت لسندونز أنت في حضرة النادي الأكبر في أفريقيا لكن بنجدد السقة في المدرب وفي اللعيبة لعبور هذه المهمة الشاقة اللي وصفتها بأنها خطوة كبيرة نحو اللقب الأفريقي سندونز إيه اللي وصلوا أنه يخبط في الأهلي كده وصل إزاي لغاية هذا الدور تأهل لعب الدور التمهيدي فكسب فريق من غينية الاستوية اسمه فيشتريانوس فيشتريانوس فاز عليه سندونز 2-0-5-1 ريح جاي مهمة جدا النتائج دي علشان تعرف منافسك بشكل كويس 2-0-5-1 لعب في دور الـ 32 فلعب مع أهلي بنغاز الليبي تعادل معه 0-0 وفاز عليه 4-0 واضح فريق أكتر الفرق المتأهلة إحرازا للأهداف نتائجه في المجموعة الأولى لعد في المجموعة الأولى جمع عشر نقاط تأهل خلف الوداد البيضاوي له نفس الرصيد بعشر نقاط لكنه تفوق الوداد بفرق المواجهات المباشرة 2-1-1-0 في نفس الدور فالساندونز على أسك الإفواري 3-1-0-0 كسب أسك 3-1 وتعادل معه 0-0 وكسب لوبستارز النيجيري 3-0 وخسر منه 2-1 أو الهزيم جمع عشر نقاط تساوى بيهم مع الوداد لكنه تفوق الوداد بفرق المواجهات المباشرة حاليا في جنوب أفريقيا على رأي المسأل إيش حالك اليوم إذا كان عندك هذا التاريخ طب أنت النهاردة عامل إيه؟ النهاردة هو بيحتل صدارة الدوري في جنوب أفريقيا لعب 23 مباراة جمع 43 نقاط فاس في 11 مباراة من الـ 23 وتعادل عشر مرات وخسر مرتين فقط بس إيه الدوري ده؟ يعني يتعادل عشر مرات يعني المتصدر يتعادل عشر مرات يعني هو كسر 50% من مطشاطه تقريبا أقل كما الأهله 51 نقاط من 22 مباراة آه معدله أفضل سانداونز في 23 مباراة سجل 30 جول برضو ده معدل عالي إلى حد كبير كويس واستقبل 18 هدف برضو معدل كويس كل جولين جول تقريبا جولين وربعة إذا كان الآله بنفسه زمالك وبرامز هذا الموسم سانداونز بينفسه بيدفست عنده 41 نقاط يعني ده آخر فريق وجه الآله من جنوب أفريق كلهم الآهل يلف عليهم بيدفست أورلاندو كايزر تشيفز سانداونز كلها فرق وجهة الآله فيه مناسبات كتيرة بيدفست عنده 41 نقاط بيقل عن سانداونز نقطتين أورلاندو وكيب تاون برضو اللي سبق له وجهة الآله 40 نقط يعني واضح جدا أنهم قريبين من بعض أربع فرق 40 41 43 لا هو دوري قوي طبعا سانداونز خرج من الدور الأول في الكاس قدام تشيبا يونايتد بخسارته 2-1 خسر في الكاس وخرج في بطولة كأس الدوري بطولة عندهم فالسانداونز في دوره 16 على بلومفتن 1-0 وخسر في الدور الربع النهاية أمام باروكا بهدفين إيه حكاية الآله مع سانداونز إيه تاريخه مع بعض إذا كانوا هم بيخوفوه قوي كده وقالوا له ده أنت واعتك مش فايتة أنت مفيش قرعة أصعب لك من كده أنت هتواجه عملاق القاهرة ليه؟ الآن للعب مع سانداونز أربع مرات مرتين كان في نهاية دور الأبطال 2001 دي بدايتها جون سيد عبد الحفيز في 2001 اتعدلوا هناك واحد واحد في جوهانسبرج بهدف سيد عبد الحفيز من عرضية محمد فاروق شوفوا المفارقة أول هدف يجيبه في سانداونز سيد عبد الحفيز مدير الكرة دلوقت عايزين يجيب هدف برضو عايزين يسجل فيهم إداريا مباراة العودة هنا كانت ممتعة جدا وفاز الأهل التلاتة صف اللي نجمه خالد بيبه في مباراة كانت مبهجة جدا خالد بيبه في سرعاته لا طبعا والموشم ده عمل عاجات مبدعة سوبر هاتريك مع زمالك وبعدين هاتريك مع سانداونز يعني حاجة جميلة 2001 كان قمة التواهج بتاعه أما ليه؟ وجاله عرض من في المرشدة مش كده؟ آه فيينرد طبعا شوف بص الترقيسة وبعدين الزقة لا كان لعيب جميل هو مرداش مرداش روكا سانداونز في 2008 2008 في دور الستاشر اتعادلوا في جوهانسبرج اتنين اتنين يعني الآلي بيتعادل دايما هناك سجل للآلي بركاته في لافيو زي ما حضراتكو شايفين وفاز الأهل في القاهرة اتنين صفر شادي من ضربة جزاء وأبو تريكا بعدها الآلي تعادل هناك اتنين اتنين وفاز هنا اتنين صفر علشان يأكد تفوقه في 2008 على سانداونز سيد عبد الحفيز أول من هزى شباك سانداونز من لعيبة الآلي نشوف رأيه مبارح بعد ما القرعة أو بعد ما عماد متعب سحب له القرعة وواجه بيها سانداونز يوم 5 أو 6 إبريل هنشوف الوضع عامل ازاي لكن لسه يعني انت بتكلم دلوقتي في حوالي أكتر من 15 يوم فالتحضير فيها بالتأكيد هيبقى يناسب الحداث لكن عندنا طبعا مبارات محلية هنفكر فيها بلما نروح سانداونز بيزان بنستعدل خلاص احنا كنا نخذنا ثلاث يام بعد مبارات شايفة الصورة ورجعنا خلاص دلوقتي نستنين لعيبة المنتخب سواء كان الأول أو الأولمبي أو لعيبة حتى المنتخبات المتفرقة تونس أو أنجولا بالنسبة العلي معلول وجرالدو يعني إن شاء رحمن أن نكون موفقين في اللقاء اللقاء مهم بتأكيد مش مطلوبة لحاجة يا الفكرة كلها أنت خلاص زي ما قلت لك يا مباراة نهاية مباكرة بتقابل فرقة عندها قدرات كويسة قوية عندها قاعدة شعبية عندها خبرات عندها سيفيكو محترم في البطولات الإفريقية ولمشاركات الإفريقية حتى في المشورة في النسخة اللي احنا فيه هدايات لعبت حوالي حوالي توتل مطشاط حوالي عشر مطشاط كسبت ستة واتعدلت اثنين وخسرت اثنين يعني يمكن من أقوى الفرقة أو من أكتر الفرقة اللي سجلت في البطولة أو نسختها الحالية جاي بعشرين جون استقبلت شبكة حوالي ست أهداف معدل فوزة حوالي ستين في المية هدافهم عنده عنده خمس أهداف فبالتالي هي فرقة بالتأكيد كويسة يعني لكن انت كمان النادي الأهلي فبالتأكيد هي مباراة مهمة جدا وقوية جدا شكرا بالنسبة لكابتن سيد عبد الحفيز الحقيقة يعني وانا راه يعني راجل دماغه متستفى لكن يحاسب ويهاجم على انه اعتبروا لا احكلهم لما سأل مجموعة من التساؤلات مست التحكيم وانذرات وتحقيقات وتصعيد جامد جدا معا لكن في كل مناسبة واخيرها مبارح تعتيم او تبسيط او قفزا على الامور سميها زي ما تسميها تجاهل الامور مبارح كان فيه مشهدين من اعجب ما يمكن مشهد ما بعد المباراة والحاكم مش عارف يغادر مش عارفين لاجنة مسابقت هتعمل ايه في دي هنبدأ في غرامات ولا ايه في الوقت اللي بيتطعم فيه جماهيرنا بانها بتتجاوز وقد تكون بتتجاوز وانحنا مش عايزين التتجاوز احنا مش عايزين الجمهور يخرج عن دوره فيه تشجيع مهزب لفريقه لكن كمان لما لعيبة تروح تتهجم على حاكم مرة واثنين وثلاثة وفي ماتش واثنين وثلاثة محدش بيحاسب حد كل ده اللي فيه مباراة حساسة بالاهل وزمالك طب اعكس الوضع كان حيما طب اعكس الوضع كان حيما ما فيش سيرة في الفضائيات او في الاعلام غير اللعب الاهلي اللي تجاوز وحنشوف بقى لاجنة وثلاثة هتعمل ايه اه بالعكس اما اما مسؤول يطلع يقول ان مدير الاتحاد قال لي لما اعترضت على الحاكم ما تقلاش ما فيش مشكلة اه عصام مد تعليمات يعني الكلام كده ويمر وبعدين يزعلهم ما انا بقول اه الدوري خارج الملعب هو ده معناه ايه كل ده ان الدوري طب اقولك هو افريقيا راحت من الاهلي في الملعب ايه ده ريه خارج الملعب دور خارج الملعب ده خارج الملعب وخارج المدرجات وخارج الاعلام وخارج كان كل شيء يعني فيه خروج عن المقلوف ف كل كلمة عملين نكبر فيها ومحدش عايز يتوقف قدام لو لو حد بيرصد لنا هو عشان الاهلي ملتزم وما بيجمعش ويبعد تشتيكي يعني ما تتهونوش بحقوق الاهلي اللي عماله تقدر دي احنا لو حد بيرصد الدور المصري حيرصد حاجات والله ما يكمل والله تعاقب ناس كتيرة جدا التصريحات عن تحالفات وعن مساندات وعن يطلع مدير اتحاد كل يومه التاني يتحدث عن ازاي مش عارف يعمل ايه عشان يريح النادي بعينه تحكميا ويطلع يتقال انه هو يعني صدر على لسانه ما هو انا واخد طمأنة من الكابتن عصام عفتاح ان تطمين على في تعليمات اه في تعليمات يتطمين وللحكم ايه ده ايه ده كده ما حدش يتوقف ما حدش حاسم وما حدش يتكلم ولا الاتحاد يتكلم مبلع من جزء المدير ولا حد من اتحاد كوريا ستانكر ولا حد يقول له اطلع وضح انت قلت كده ازاي ما فيش حاجة ما بقاش الامور دي تهم حد ما حقولك الكلام ده مرحيم للأسف ده همان الوقت يا باشموندس لكن بكرا ان شاء الله الجمعة جماهير النادي الاهلي تستمتع عبر شاشة قناة الاهلي بخريطة كلها واجبات دسمة جدا تبدأ في العشرة صباحا باعادة لحلقة ملك وكتابة اللي لادي بكرا من عشر الاثناشر ملك وكتابة الاعادة ثم بعدها برنامج الأشبال للزميل الكابتن أسامة حسني يقدم لكم مجموعة من نجوم المستقبل ومواهل الاهلي يقدم مجموعة من الأشبال أبطال الدوري اللي واخدين الدوري قبل معاده أبطال أو لعبي هتتعرفوا على نجوم المستقبل هتتطمنوا على مستقبل الاهلي وبعديها ساعة ثلاثة تستمتعوا بمباراة الاهلي وجمهورة شبيني الودية من ملعب التيتش على الهواء مباشرة عشان تتطمنوا على القوة الحاضرة والضاربة للاهلي قبل لقاء القمة ومسك الختام صهر معه في أولى برامج قناة الأهلي في الخريطة الجديدة اللي تباعا إن شاء الله هتستمتعوا بالمفاجآت الكبيرة فيها دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الاثنين القادم إن شاء الله ودايما وأبدا زين النوادي